استقبل اليوم رئيسه الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية وحسب البيان دائما فإن اللقاء يأتي استمرارا لسلسلة المشاورات التي شرع فيها رئيس الجمهورية والمتعلقة بالوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور وأوضح البيان أن الهدف الأساس من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب